اشتركوا في القناة 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 ومنحهم الفرصة ليكونوا شركاء في وضع الخطط المستقبلية والعمل على تنفيذها اشتركوا في القناة في فترتين صباحية ومسائية هذا المشروع اللي ننتظر منه هذه السنة ان يكون هناك في مخرجات اكثر هذا المشروع اللي حقيقة يعكس مدى اهتمام حكومة مملكة البحرين بالشباب والدور لتقدم الحكومة في تمكين الشباب وسقل مهاراتهم وتأهينهم لدخول سوق العمل السنة ايضا يمكن ركزنا على ايضا موضوع هداف التنمية المستدامة موضوع هداف التنمية المستدامة اللي العالم ينادى به جميعا عندنا اليوم العديد من البرامج يمكن جميع المراكز بالتطرق عليها من قريب او من بعيد لموضوع تحقيق هداف التنمية المستدامة وهذه احنا ايضا دور مكمل لبقية الجهات في تفعيل دور الشباب وانه يكون لهم دور في نشر ثقافة هداف التنمية المستدامة وانه يكون ايضا لهم دور في تحقيق مثل هذه الهداف على مستوى البحرين ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي لتمكين الدكتور إبراهيم محمد جناحي أن تمكين تضع ضمن أولوياتها إعداد الشباب وتأهيلهم للدخول في سوق العمل موضحا السعي إلى خلق بيئة مقاربة لواقع سوق العمل من خلال البرامج التي تقام طوال فترة مدينة الشباب 2030 بهدف توجيه الشباب وتوعياتهم بالقطاعات المحركة للاقتصاد في المملكة